في كل المجموعات إن شاء الله متخبنا اليوم يكون في طريق مميز وطريق النجاح يكون من خلال حصل ثلاثة نقاط أولى تخلينا ندخل في الكمبيتسيون برشا أريحيا باش نرجعوا بعض شوية باش نحكيوا بطبيعة على التشكيل المحتام من المنتخب الوطني التونسي والأقرب تقريبا بنسبة مئوية كبيرة برشا باش نناصدوا كل أجواء اللي شير على هذه التونسي كيفاش عاش يعيش أجواء المنتخب مباراة اليوم أما منتخب ناميبيا شني أما فتيح النجاح وأيضا في ربط مباشر مع بعضنا الخاص في الكوتيفور كريم مقني نرجعوا لمقابلات أيضا البيرح المنتخب السنغال يفوز ويوجه رسالة إلى كل المنافسين بالنسبة لحامل اللقب نحكيوا بعض شوية أيضا على ساديو ماني ساديو ماني لاعب البيرح كيفاش كان ساديو ماني ونعملوا هكا مقارنة بين ساديو ماني ليفربول وساديو ماني النصر السعودي مع المنتخب السنغالي تتواصل المفاجأة غينية تتعادل مع الكامرون وهالفرات منتخب السنغالي نشنال في الانتصار منتخب الجزائر بشيكون عنده نصيب اليوم في الحصة بش نحكيه على تعادل البيرح قدام منتخب أنغولا ما الذي عطل الجزائر قدام منتخب أنغولا والخوف أصبح الخوف من تكرار سيناريو كان كان الفين واثين وعشرين يلاحق الجزائرين بطبيعة اليوم أيضا نعمل قراءة في مواجهة بوركينا فاس ومنتخب الموريطاني بالإضافة إلى كل المقابلات اللي بشتابعوها اليوم في إكسرا تايم تحياتنا للجميع مرحبا بالنس اللي تحقت بنا على الفريقونسي متاعنا وإلى كالعادة على تغوى دوين افم بونات كالعادة أيضا مواقع التواصل الاجتماعي لديوين افم حاضرة بشتأمن لكم الحصة على اللي باش فيسبوك ديوين افم سبور باي ديوين افم على شين يوتيوب ديوين افم لايف وعلى الباش انستغرام ديوين سبور وسط أرمدى من النجوم سعيد جدا عندي برشا مريتوش ونورنا ليوا في البلاتو رشيد الزمري مرحبا رشيد يا عيشك يا حاتم مرحبا بالحضر الكل مرحبا بكيفكم مستمعين أنا زادة فرحان برشا لنبحثكم منورنا رشيد الزمري يكيد وعننا معا ذكرية حلوة برشا رشيد الزمري وش نحكيه بعض شوية كيفاش اللي كان كيفاش تكهونيته وش يعطينا شوية أرقام وحصائيات وبرشا حاجات تكتشفوها بعض شوية من عند رشيد الزمري لقرون ناصر البديو رحبا ناصر أهلا بك حاتم مرحبا رشيد مرحبا نعيمة مرحبا الدكتور مرحبا بسادة المستمعين المتفرجين يتابعوا فينا كل مرحبا نجمة قناة حانا باعر نجمة إذا عطل ديوان نعيمة سيسي شنحوالك مرحبا بك حاتم وكل المشاهدين والمستمعين بتاع ديوانة فام الناصر السادق ورشيد اللي ليه برشا ما يلتوش رحشنا رشيد الحق عد وحشة كبيرة تحييتنا للكم اللي كلylon احوالي لك كالعادة الساليوب بتاع اك وعادة رحبا المرحبا بيك اخوه ومرحبا برشيد الرتوب مرحبا هو مرحبا من ناصر ومرحبا بدنا عيمة منور اخوها من قميس من الأحمر المنتخب طاميس الأحمر خارج عليك في روية نخرج حلق عليك منمشي كم على الأحمر يدكتور الحاتم يوتي كل شي هو نورمال ما هو يلبس لازرق راه فش لازرق رحكيه و البرح اني وياه فمني في البريفي قلت له يا والدي الروز يوتيك مع الجريق قال لي يا والدي يلبسوا شي همك على ضمانتي حبي لبسني روز و جريق طبع الطلياني وش همك يلبس روز و جريق انا عديك ببيض لك بالجريق بالبروز يا اخوية تحياتنا لكم نزل كل تحية لكامل الفريق اليوم المشوار متاعنا بش ينطلق متلاثة حتى للتسعة انتعلي لفريق كامل قسم الرياضة والولاد الكل حاضرين وامنوا بطبيعة جملة من الأخبار بعض الأرقام والمعطيات كما قلنا رحلة متاعنا متلاثة حتى للتسعة بش يكون ابرتير من الخمسة ايضا نوفل الورتاني وكامل فريق دماء لباس الكل مجند اليوم لاجل تأمين عشوية رياضية نتمناها رائقة للجميع ونتمناها توفى بانتصار وثلاثة نقاط أولى للمنتخب الوطني التونسي بعد لحظة تنطلق الرحلة في اكستراتايم مرحبا بكم من جديد اكيد قبل بطبيعة بش نحكيه على المنتخب الوطني الوطني التونسي بش نحكيه على شنو اللي صار في المقابلات مهم جدا ايضا غدوة موعد كبير انتلاق كأس الأمم الأفريقية لكورت اليد بش يكون ايضا وليد العوجي حاضر بش يأملكم دائما ويوميا مقابلات المنتخب الوطني التونسي في انتظارنا تحصله على وليد العوجي باعتبار انه فما حاجات شوفنا جنيبي نعيمة لدى وصول منتخبنا الوطني اذا القهرة فما برشة مضايقات شوي مشاكل شوي صعوبات تلقاه المنتخب الوطني التونسي اذا عندك فكرة بطبيعة على هذا الموضوع كيفش نحكيه عليه في انتظار تحصل على وليد اكيد عندي فكرة على الموضوع هذا خاصة كرة اليد شوف نعرف نحنا الريفاليتي ما بين المنتخب المصري والمنتخب التونسي لكن الريفاليتي ذي مزماش توصل الى حد الاستفزازات وانك مختلف توصل المتار وتمشي للوتيل اللي انتي نورمان مو من المفروض انك كدولة منظمة وكدولة مصر اللي قاعدين نشوفه في استادات في اللي قاعدة تعمل فيهم ويعني تقريبا بنية تحتية جديدة الكل انو كينوس لو غاديك نلقاه الوتي لذيك اللي فيه تحسينات وفيه ترميم وفيه تكسير وفيه ناس قاعدة تبني يظهر لي نورمال مو هكما هكما يصيرش لكن زاد اللوم على المنتخب التونس يعني انتي كتمشي غاديك نورمان مو عندك مبعوث مقبل مش يمشي يتفقد يمشي يشوف انتي وينك هذا الكل معناه في الجمع معلومة تصحيح كيف سيصير عملية خذيناها بالبئوتي المنتخب الوطني التونسي يحول فلوس للجامعة الافريقية الكورتليد هي تعمل حجوزات والبلد المنظم هو يعمل بتاع المنتخبات بالحق نحكي نحكي على والريبرتسيون ما وصلت للجامعة التونسية لي كورتليد كان كارون تويتر قبل ما يوصلوا ستا دير جيتهم نهارة السبت وما ركبوا نهار ثنين الصباح البارح جيتهم نهارة السبت قال لك احنا في بنا بيهوتي البلوز وموة محترم محترم وصلوا غادي القاوم رمى يوصلوا غادي القاوم رمى خلينا نرجع شوية لانه بالحق رو فما حاجت اخرى خايبة بارسا للمنتخب التونسي نحنا عنا عشر القاب والمنتخب المصري عندو ثمانية القابة كي تتحصل على اللقب الهذاية تمشي أوتوماتيك مو طول الأولمبياد نعم وفما جديد أنه الثالث يولي يلعب التكاو التصفيات اللي هي جين بعد يعني مع الثاني كان الثاني لو اللي يمشي أوتوماتيك مو ولا الثاني والثالث الثاني والثالث نحنا في القرعة هذه القرعة اللي نحنا ممشينا لیش هون رجع لك وقولك لحنا القرعة اللي تعاملت هذه نحنا مشينا لیش رو فماش ممثل عن جامعة تونسية لكرت قدم مقتلين انت ما تمشيش والقرعة 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 تتعملها كيك هاي هذي كرد اه كش خلتين القرد قدم ايه ديما كهو اللغة 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 انت تتعمل القرعة وانت ما عندك حتى مسؤول ومش موجود معناها كي ما قولو نحنا دبرا بليل فامتني لطبقات كي بشنا ترشح ونحنا في ربع نهاية الى هى نورمال ما ما تسيرش ونشح ونوانة اتتر بري مع المتخب قتيت ربري معا مش هاتت بري معا إلا خلنا نعود نسلح باش نباش عليك هاي دعو يعمل دعو يور كوريكتور وتوماتيكي صلح لك هاي زيني نسلح كم آآ وتوماتيك مو باش نجي وممكن مع المنتخب المصري اللي هي نتكمل الثانية اللي هي نتكمل لول ما تتيحش معهم في الدمية هذا هو اللي هي نتكمل الثانية تتيح معهم في ربعة في الربعة إذا كان بيش تخرج معناها هذا أول حاجة خرجت من المرتبة الثالثة اللي هي ما ترش حكش لا تمشيش لتصفيات وتلعب اللي هي حاجة راي ما تسيرش فمتني معناها أنت وينك في هذا الكل هناك الجامعة تونسية فم تقصير وفم زادة رو المنتخب التونسي هو ني قتلك هو الريفالي تيمة بنا يعني بنسبة المنتخب المصري عندوا المنتخب التونسي وفقت كما سار يعني الفين وعشرين وقتلي نحنا جينا معهم كنا نجي معهم في فينا وما كريت انت في دومي فينال شنو عملنا هكا ولا اللي اللي المنتخب المصري كان خير من برشا خير من لكن ما صار شكا في دومي فينال ويظهر لي باش خرجنا نحنا خرجنا بالتحكيم برشا صار في التحكيم حاجات خيب لكوليش هذو ما نور مال مو أنتي يلزم كتفيق بهم يلزم بتعرفهم من قبل ما بنسبة لي أنا هنا راني أكثر حاجة عندي فيها ثقة أي منتخب بذيه لأنه التحذيرات وكل شيء اللي ساير ولا ولاد عقدين العزم أنهم بالحق يجيبوا تيتر من غادي كيما جبنينا نحنا ما روى الناس والله شو خمال عامل تالخبه كليتين أقل ما والغريتة واللون في والرغبة متفهمين ما بعد ميدين لازموا كليتين كنا قلناها عند ميل فا ولا ليش عمانا مع المنتخب المصري كان مشي كوريكت لاربيتراج كان أي ما خلنا نحكيوها بسراحة نحكيوها بسراحة نحكيوها بسراحة نحكيوها